جاهزين بقى للمفاجآت؟ ايه هي المفاجآت؟ ايه فجأة كده؟ اول امبارح بالصدفة والله عرفت وسمعت ان الخبير البرتغالي فيتور بيريرا موجود في مصر بدون اي اعلان رسمي من الاتحاد وبدون اي اعلان رسمي من لجنة الحكام ومش عارف ايه الاسباب ان الرجل يكون موجود في مصر وميتمش الاعلان عن انه موجود او ايه خطة العمل خلال الفترة اللي جاية او ماذا يدور حتى في الكاوليس بفكرة ان الرجل جاي هلاقي بالاول فيه تعرف على طريقة العمل الاجتماع بلجنة الحكام يشوف الاتحاد يقعد مع اعضاء اتحاد الكورة يبدأ يشوف الخطة خلال الفترة الجاية اتفقوا يبدأ يشتغل ما اتفقوش مفيش مشكلة موضوع مش محتاج يكون فيه سرية يعني ولكن زي ما انتوا عارفين مفيش حاجة تستخبع الرجل جاي قعد اجتمع كان موجود مع المدير التنفيذي وكمان اجتمع بلجنة الحكام وعشان اديكوا سر من ضمن الاسرار واللي البعض حاول يعني فيها كان فيه اجتماع فني لعدد من الحكام منتصف الاسبوع الماضي وفي الاجتماع ده كابتن محمد فاروق والكابتن توفيه السيد ما كملوش الاجتماع راحوا اجتمعوا مع الراجل الخبير البرتغالي بيريرا وبعد كده جوم فيه نهاية الاجتماع في التوقيت ده كانوا قاعدين معايا بيشوفوا ايه اللي ممكن يتقدم الفترة اللي جاية بيشتغلوا ازاي الراجل عايز يعرف كمان استراتيجية ادارة اللجنة وايه اللي ضار في اللجنة خلال الفترة الاخيرة وكمان بيسمع افقارهم عشان يبدأ يشوف هيشتغل مع مين ده حقه اكيد يعني قصة مش قصة هيجي ياخد 18 الف دولار والموضوع انتهى على كده لا لازم يعرفوا هيشتغل مع مين المعلومات اللي وصلت لي في التوقيت ده ان الراجل يمكن معترض على بعض النقاط وعايز ممكن يعمل اضافات في اللجنة عايز يشتغل مع ناس ممكن تكون مرأبين اشتغلوا في الكاف او في الفيفا محتاج رؤية اوسع شوية عشان يبدأ يشتغل الفترة جافز ان الاتحاد اتفق معها لان يكون التعاقد لمدة سنة ونص فبالتالي هو مش جاي لغاية نهاية الموسم وبعكد هشوفه هيكمل ولا مش هيكمل لا ده الراجل هيقعد سنة ونص المفروض الاعلان الرسمي لتعيين فيتور بيريرا الخبير البرتغالي او الحكم الدولي البرتغالي السابق المفروض هيبدأ او هيتم بكرة من خلال مجلس اتحاد الكور ولكن انا عندي جزئيتين اهم من كل اللي فات وهما كلاتي اولا الجوب سكريبشن لكل واحد في اللجنة هيبقى ايه يعني مين هيبقى مسؤول عن التعيينات مين هيكون نائب رئيس اللجنة هل في اضافات هتم الفترة اللي جاية الراجل بيفكر ازاي هل محتاج بعض النقاط الفترة اللي جاية عشان تتنفز ولا لا لان من ضمن الحاجات اللي الراجل اهتم بيها وركز عليها واحنا كلنا عارفين ان مصر بتطبق تقنية الحكم الفيديو المساعد فالراجل اكيد من اهم اولوياته الفترة اللي جاية التقنية اللي بتتطبق في مصر هل التقنية الحديثة هل الفيرجن او التقنية قبل اللي بتتطبق في كسر عالم في روسيا يعني مثلا او اللي تطبقت في القطر يعني اكيد الراجل عايز يعرف يعني ما هي التقنية اللي بتتطبق في مصر هل الفيرجن الاول اللي كان موجود اول ما التقنية نزلت ولا حصل تحديث عليها دي نقاط مهمة جدا أكيد اتكلم فيها لأن كلتنبرج كانت من ضمن المشاكل اللي واجهها وطلب تحديث فيها كانت تقنية الحكم الفيديو المساعد يبقى دي جزئية كل واحد في اللجنة دوره إيه دي نقطة مهمة جدا النقطة التانية مهمة جدا كمان الراجل وهو شغال مين هيبقى معاه في اللجنة يعني هل محتاج عناصر جديدة ولا لأ أنا على المستوى الشخصي كراجل متابع ملف التحكيم لازم يكون فيه إضافات في ملف التحكيم خلال الفترة جاية لازم يكون فيه إضافات لأن العدد الموجود عدد غير كافي مش هتكلم عن أشخاص كل الاحترام والتأدير لهم بس أنا شايف اللجنة محتاجة ناس بديدة محتاجة على أقل وجه جديد ما اشتغلش مع ماركك لاتنبرج وأكيد المعنى في بطن الشاعر الناس فهمة التفاصيل اللي عايز أقولها ما بين السطور النقطة التالتة والأخيرة وهي الأهم في مسألة التعاقد مع فيتور بيريرا وهي تتعلق ب الفترة اللي جاية لما الراجل يشتغل هل هيبقى هو رئيس اللجنة بالمسمى رئيس اللجنة يعني يده في التعينات ولا هيكون مسؤول عن التطوير فقط لأن نماء العلمي يعني اسمعوها مني وبعد كده شوفوا هتحصل ولا مش هتحصل إن الراجل ممكن هيكون مسؤول عن التطوير بس مالوش علاقة بالتعينات هل الكلام ده صح ولا غلط ولو صح هل هيبقى مسؤول عن التطوير ويتحط بس بوزيشن كده إنه رئيس اللجنة فقط ولا لأ وهو لما يتحط رئيس لجنة يبقى ليه دور في التعينات مالوش دور في التعينات يبقى أنت أقول لي من دلوقتي هم دور التطوير عشان نبقى عارفين ونبقى شغالين مع بعض على مية بيضة زي ما بيقولوا كده إيه في اللغة الدرجة في الكورة بشكل عام يعني فبالتالي الراجل مسؤول عن التطوير ولا رئيس لجنة بجد ولو مسؤول عن التطوير هلأ يشتغل بنفس الجوبسكريبشن اللي شغال به كيم لي شونج في الجزائر مع جمال حايمودي أنا أعديكم سأله يعني في الجزائر جمال حايمودي حكم الدور الجزائر الشهير هو رئيس لجنة الحكام في الجزائر وجايب معاه كيم لي شونج طبعا الحكم الدولي الموريشيوس الشهير اللي كان موجود في الاتحاد الافريقي مسؤول معاه عن التطوير بس وهو مسؤول عن التطوير ليه دور كبير جدا في مسألة التعينات وكمان في التقييم الإيجابي والسلب للحكام مع جمال حايمودي محتاجين نعرف التفاصيل دي لما الاتحاد يقلم بقرة فيتور بيريرا رئيس لجنة حكام هل رئيس لجنة ولا مدير تطوير وهل اللجنة اللي معاه هي لا تستمر زي ما هي ولا لأ ونصحت للاتحاد اللجنة محتاجة شخص جديد لم يعمل مع مارك كلاتنبرج اللجنة محتاجة وجه جديد خلال الفترة اللي جاية مش هحكي تفاصيل تانية هسيبها بعد الاتحاد ما يعلن عن تعيين الخبير البرتغالي لسه عندي مفاجآت في الملف ده وزي ما قلت لكم من البداية ملف التحكيم مركزين فيه جدا ومش هنسيف فيه هفوة زي ما حصل السنتين اللي فاتوا لأن الملف ده أصبح من أهم الملفات وإنت بتشتغل وبتعمل صفقات وتعاقدات وبتستعد للمسلم لازم تركز على الجانب الآخر وتشوف الناس بتشتغل إزاي لأن الأسف أنت بتصرف وبتستعد وبتيجي ناس تانية بتضيع مجهوتك بتعينات ومجملات بحاجات كتير حصلت فيه السنتين اللي فاتوا